أزول السلام عليكم إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أشارككم معكم موقع خاص بالخدمات موقع جديد غير معروف لدى العرب كثير من الأشخاص يجهلونه وطبعا هذا من جهة أخرى أنه في صالحكم لأنه كلما كان الموقع غير معروف لا يشتغل فيه العرب كلما كان ذلك جيد لماذا؟ لأنه كتعرفون أنه أي مجال أو أي موقع أو أي منصة يدخل لها العرب يتم عمل تقييد لنا كعرب لهم لنستطيع الوصول إليه وطبعا الأمثلة كثيرة جدا الكثير من المنصات كانت في السابق يعني يمكن للعرب أن يعملوا عليها لكن عندما أقول عرب أقصد الدول العربية لكن باكتشفوا أن العرب لديهم ممارسات طبعا غير قانونية في بعض الأحيان يستعون إلى الربح السريع دون بدل المجهود إلى أخير من التفاصيل يعني يقومون بعمل حظر للدول العربية فبالتالي طبعا هذا ليس في صالحنا المهم ما يهمنا في هذه الحلقة بالضبط كما قرأتم علونتها برقم واحد يعني أن هناك جزء تاني في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أريكم طريقة القبول في هذا الموقع إن شاء الله تكون نسبة محترمة جدا من القبول لأنه ليس الكل يقبل في هذا الموقع بل فقط صراحة ليس الكل وخاصة الذين لا يعرفون طريقة التسجيل الصحيح لأن هناك بعض تفاصيل أو في حقيقة كثير من التفاصيل لكي تقوموا بالتسجيل سوف أشرح لكم الموقع وإذن طريقة الصحيحة للتسجيل لضمان القبول إذن أول شيء نقوم به هو معرفة كيف سوف نتلقى المال الذي سوف نجنيه إذن عندنا كما تقرأون معي المجموعة من الطرق طريقة الأولى Direct Bank Transfer هنا نتكلم عن سواء البنك المحلي إذا كان عندكم السياج أو التجاري أو الشركة العامة نتكلم عن الأبناء المغربية أو عن طريق Pioneer أو Waze أيضاً عندنا بايبال ولدينا أيضاً Shop Online يعني الشراء عبر الأنترنت عن طريق القسائم يعني قسيمة الشراء ولدينا أيضاً Gift Vouchers هذه صراحة لا أعرف ما الذي تعنيه المهم غالباً نحن سوف نستعمل أو أنا شخصياً أستعمل Direct Bank Transfer لا أستعمل بايبال ولا أستعمل Shop Online إنما أستعمل تحويل بنك مباشر الجميل في هذه المنصة أن يمكنها أو نستطيع تحويل المال بشكل يومي يعني نجمع المال ثم نقوم بتحويله بشكل يومي هذا هو الجميل يعني لا ننتظر ليس أسبوعياً وليس شهرياً وليس تريميستري يعني كل ثلاثة جهور إنما يكون الأمر أو تحويل المال يكون بطريقة يومية نقوم بالقراءة أكثر عن هذا الموقع لنعرف ما طبيعته ندخل إلى question and answers faculty مثلاً لدينا نبدأ بأول شيء هل لكي أعماله يجب أن أكون مقيم في الولايات الأمريكية المتحدة؟ الجواب لا مهما يعني أينما كنت في هذا العالم تستطيع الأمل لأن لا تحتاج لVPN ولا أي شيء وهذا ما سوف نراه في طريقة تسجيل المهم بقيت يعني الأسئلة أترككم أنتم تكتشفونها أنا أعطيتكم فقط المفيد إذن لا أريد أن أطلع عليكم أكثر ندخل مباشرة فيما يهمنا وهو الطريقة أو قبل ذلك عفونا لدينا لابد أن نعرف ما الذي سوف نعمل فيه إذن هذه الأعمال التي نستطيع أن نقوم بها في الموقع لدينا أولا typing job يعني عن طريق كتابة يعني عن طريق الكتابة بكل بساطة كتابة المقالات ولدينا proof reading jobs يعني عن طريق تصحيح المقالات ولدينا paid طبعا عندنا إذن الكتابة تبدأ من خمسة عشر دولار إلى أربعون ولدينا التصحيح يبدأ من ثلاثة دولار ولدينا paid syulfi job يعني الإجابة عن الاستبيانات يعني تقريبا ضعيف جدا 0.2 إلى 0.4 للإستبيان الواحد ثم لدينا graphic designing طبعا هنا يجب أن تكون تتقين مهارة الفوتوشوب ليس بالضرورة الفوتوشوب المهم كل هذا سوف نراهه بعد قليل لدينا أيضا powerpoint slide إذا كنت تجيد إتقان العمل بالpowerpoint وإضافة سلايدات يعني إضافة تأثيرات animation and sound effects إلى آخره طبعا كل هذا بسيط جدا ولدينا أيضا مهارات خاصة بالإكسل ومهارات أخرى كثيرة مثلا language translation job يعني تقريبا يقولون يعني أن الترجمة تستطيع أن تربح من خمسة عشر إلى أربعون دولار للألف ومئتان كلمة مترجمة المهم أنا ما يهمني بالضبط يعني والتي أعمل بها والتي أعملت بها مؤخرا والتي هي بسيطة جدا وأعرف الانستراتيجية التي سوف أشاركم معكم في الحلقة الثانية إن شاء الله بعد القبول بعد القبولكم طبعا وهي proofreading jobs التصحيح المقالات تصحيح المقالات إذن الآن ركزوا معي جيدا على ما المطلوب مننا ما هي المهارات المطلوبة مننا وما هي التقنيات التي يجب أن نتقنها طبعا أول شرط أن تكون أكثر من 16 سنة أن يكون عندك حساب عفوا حاسوب سواء مكتبي أو يعني مكتبي أو محمول أن يكون عندك في حاسوبك Microsoft Office مثبت أن يكون عندك هاتف لأنك سوف تحتاج إلى تثبيت أو إثبات الهوية والمهارات المطلوبة أن تكون تجيد التصحيح أو تتقن التصحيح good knowledge of internet based application أن تكون تتقن يعني الصفتوير good communication skills وأيضا ability to manage time difficulty to produce good result يعني أن يكون عندك يعني management جيد للوقت لكي تسير المطلوبة منك المهم لابد من معرفة هذه الأمور أننا سوف نحتاجها في مرحلة معينة وسوف أقول لكم ما هي بعد قليل الآن نقوم بتسجيل الحساب إذن عرفنا طبيعة الموقع تعرفنا على كيفية تصفح فيه وكل شيء الآن نريد التسجيل الغرض من هذا الفيديو صراحة هو القبول ثم بعد ذلك إن شاء الله بدأني تم قبولكم سوف أقوم بتنزيل الحلقة التانية وأريكم طريقة العمل المهم تقومون بالذهاب إلى ثم بعد ذلك تقومون بالضغط على وورك فروم هوم وقوم هكذا ثم بعد ذلك تقومون باختيار بروف ريدينج جوبز لأنذية الصراحة التي أثرت انتباه التي أعمال وليه شخصيا الآن بعد ذلك نقوم بالضغط على أبلي ناو ثم نقوم بالضغط على أبليكيشن فورم إذن هذه الواجهة التي سوف نقوم من خلالها بالتسجيل أول شيء اليوزر نيم اليوزر نيم يكفي أن تضعوا مثلا اسمكم الشخصي واسمكم العائلي بدون فراغ يعني ملتصق الاسم العائلي ملتصق مع الاسم الشخصي first name الاسم الشخصي طبعا يجب أن يكون هذه الملومات يجب أن تكون صحيحة last name الاسمكم العائلي age تقومون بكتابة سنة كم عندكم من سنة اثنان وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون المهم تقومون بكتابة كم عندكم من سنة الإيميل هنا النقطة المهمة في الإيميل الآن ركزوا معي جيدا في الإيميل جميعنا لدينا جيميل يعني كذا كذا arabosgmail.com أنا هنا نصيحتي لكم أنا تم قبولي في ظرف في وقت قياسي جدا وعندما بحث طبعا أنا أعرف بعض التفاصيل كثيرا من التفاصيل صراحة بخصوص طريقة القبول فالإيميل مهم جدا إذا كان عندكم hotmail يعني araboshotmail.com فاستعملوه لأنه يسرع عملية القبول يكون نوعا ما احتلافي أو قديم يعني هناك شيء ما غير معروف صراحة غير مفهوم بالنسبة لي المهم أنه يزيد من احتمالية القبول فإن لم يكن عندكم hotmail قوموا باستعمال على الأقل outlook قوموا بإنشاء جيميل outlook لأنه hotmail لم يعد يعني من عنده هو hotmail فقد يعني إنشأه قبل ربما أعتقد قبل سنة 2015 بعد 2015 توقف إنشاء إيميلات hotmail وتم اعتماد outlook بدل hotmail فبالتالي إن لم يكن عندكم hotmail وهو يمكنكم أيضا شراءه اللي لكم سوف يحتاجونه في كثير من الأمور يعني hotmail مميز يعني email مميز المهم إن كان عندكم hotmail فاستعملوه إن لم يكن عندكم hotmail فعلى الأقل يستعملوا outlook أفضل من جيميل في الباسورد لابد أن تكون الكلمة سر لابد أن يكون في حرف واحد capital وأرقام حرف واحد capital وأرقام تقومون بكتاباتها هنا ثم تؤيدون كتابتها في confirm password في الموبايل فون تقومون بوضع رقم هاتفكم وهنا تقومون باختيار mall or famer يعني ذكر أو أنثى ثم تقومون بالتعليم على على أنني أوافق على privacy policy يعني سياسة المحتوى ثم بعد ذلك نكمل هنا select your notice period يعني كم تريد أن تعمل هل تريد أن تعمل مثلا بشكل يومي ليس يومي إنما بشكل آني فعلي يعني عندما تلك الأعمال تنجزه فوريا أم في خمسة عشر يوم أم في شهر أم في شهران أم كذا أنتم طبعا أعرف أنكم تريدون الربح قوموا بوضع immediately هكذا الآن which position are you interested in ما هي الأشياء التي أنتم مهتم بتقديمها في منصتنا تقولون لهم طبعا التي تكلمت عنها سابقا وهي تصحيح المقالات وهي تقومون بالتعليم عليها كونتري الدولة تقومون باختيار دولتكم سواء الجزائر تونس ليبيا كذا المهم تقومون بتحديد دولتكم هذه المعلومات كلها يجب أن تكون صحيح ثم بدأ ذلك في your current work statute ما الذي تقوم به أنت الآن يعني ما هي مهنتك الآن freelance and house or house عفوا المهم هناك الكثير من يعني من الاختيارات مثلا business مثلا student إلى أخير أنت تقوم بالتعليم على freelancer تقوم بالتعليم على freelancer الأفضل والآن نأتي إلى أهم مرحلة وهي brave yourself talk about yourself الآن نركزوا معي جيدا سوف نستعين يعني موقعين الموقع الأول google traduction والموقع الثاني reverso إذن نبدأ أولا بالموقع الأول طبعا أنتم لا تقوموا بوضع نفس هذه الترجمة أو نفس هذه الرسالة يعني خذوا الفكرة فقط افهموني ماذا أقول وتبقوا بطريقتكم اكتبوا عبروا بطريقتكم مثلا أنا قلت قلت لهم مثلا مرحبا أنا اسمي خاليد أعجبتني منصتكم وأريد تقديم خدماتي عليها مع العلم أنني عندي تجربة سابقة في عدة منصات مثل فايفر أتمنى أن تكون لتجربة جيدة معكم نقطة لم أكمل بعد طبعا ثم أعود إلى السطر إذن هذه يجب أن تكون فيها أولا talk about yourself يعني تكلم عن نفسك مثلا أنا اسمي كذا تخبرهم بإعجابك بمنصتهم وتريد أن تقدم أو أن تعمل معهم يعني أن تقدم خدمتك عليها هذه تسمى لحدود الآن عرفنا فقط بنفسنا ونحن نعمل أو لدينا تجربة في فايفر هذه كلها تدخل في إطار التعريف بالنفس الآن ندخل معهم إلى المفيد نحن قمنا باختيار طبعا قلنا أننا فريلانس هذه أول حاجة أثبتناها يعني بأننا نعمل في يعني في فايفر إذن أثبتنا لهم أولا بأننا فريلانس يعني نقمنا باختيار فريلانس هنا قلنا لهم إميدياتلي إذن يجب أن نكون نشطاء أيضا قلنا لهم أننا ما يهمون هو يعني تصحيح المقالات والمواضيع والنصوص إذن هذه المهنة أو هذه الخدمة تستوجب تستوجب شيء مهم جدا وهو الإلمام باللغة إذن في الفقرة الثانية التي سوف نكتب لهم سوف تكون على هذا الشكل إذن نقوم باستعمال طبعا أنا دائما أستعمل اللغة العربية لأنني لا أستطيع الكتاب باللغة الإنجليزية صراحة المهم نقول لهم مثلا لدي إلمام إذن سوف أكمل لكي لا يكون الفيديو طويل و يعني أوقف الفيديو وأعود من جديد لقد كتبت هذه الفقرة مثلا تقومون أول شيء تركزون على إتقانكم اللغة مثلا قمت بكتابة لهم لدي إلمام جيد باللغة لأنني أعمل كمدوين أستطيع وتصحيح الأخطاء التعبيرية وإذن قواعد اللغة أجيد استعمال البرامج المكتبية المختلفة لتحرير النصوص والتعديل عليها أهم ميزة في شخصيتي أنني أستطيع تسيير الوقت أو ضبط الوقت لإنجاز العمل في وقته إذن بعد أن تقوموا بأخذ هذا النص لا تستعملوا مباشرة في الموقع إنما قوموا بنسخه والذهاب إلى موقع ريفيرسو وبعد ذلك تقومون بالذهاب إلى جرامر تشيك بهذه الطريقة وتقومون بلسخه هكذا وتقومون بالضغط على تشيك هكذا ننتظر بعض الوقت تأكدوا من أنكم اخترتهم بالضبط وبعد ذلك سوف يعطينا الأخطاء الموجودة لكي يتم تصحيحها لقد تم تصحيحها كما تلاحظون هنا قاموا بإضافة مثلا قاموا بوضع فاصلة لأنني كنت قد كتبتها يعني بدون فاصلة كما تلاحظون أيضا مثلا تكست كنت قد نسيتها ثم إضافتها المهم أنه يصحح لكم الأخطاء بعد ذلك نقوم بعمل كوبي له واستعماله في الموقع هكذا في هذا المكان بريف يورسلف هكذا بيست ثم تعلمون على هذا الخيار ثم تقومون بالضغط على روجستر بعد ذلك تقومون بالضغط على لوكن وطبعا تقومون بإدخال يعني اليوزر نيم أو الإيميل الخاص بكم ثم ثم قوموا بالنزول إلى الأسفل سوف تجدونه بهذا الشكل تلاحظون معي أنهم يقولون أن هناك شيء ما غير مكتمل يعني هناك نص صغير لماذا لا توضيف معلومات أخرى إذن سوف أقوم بإضافة هذه المعلومات الأخرى لأنني في البداية كنت وقد سجلت ولو أضيف تلك المعلومات المهم أقوم بهكذا كوبي ثم أقوم عن طريقة ضغطة لأدد ثم أقوم بمسح الموجودة سابقا وأضيف تلك الجديدة التي أضفنا طبعا هذا حساب تجريبي قمت بإنشائه إذن قمت بعمل الآن بقيت للصورة الصورة يجب أن تكون مربعة ويجب أن تكون صورتكم الحقيقية نقوم بالضغط كذا ثم نقوم بالضغط لأبرود ثم أبرود سوف أقوم باختيار مثلا هذه الصورة المهم أن تكون مربعة هذا هو المهم يعني مما لا مربعة يعني المقاس الخاص بها يكون يعني مثلا 500 في 500 هذه تسمى مربعة والأولى 400 في 400 و600 في 600 هذه تسمى دائما مربعة لكن أن تكون مثلا في العرض مثلا 200 وفي الطول 400 هذه ليست مربعة هذا مستطيع إذن تم إضافة المعلومات الآن عندما تضغطون على Your Account سوف يعني يقولون لكم هذه المراحلة شكرا لكم لأنكم تشجلتم في موقع هيرسين يقولون أنهم سوف يأتي الرد تقريبا من 7 أيام إلى 15 يوم لكن للأمانة سوف يأتي الرد غالبا في يوم واحد دون احتساب أو يعني باحتساب أيام العمل يعني دون السبت والأحد يقولون أن الجواب سوف يكون في هذا المكان يعني ليس في الإيميل يعني كل يوم تقومون بعمل يعني لوج و يعني إذا كان القبول سوف تجدونه هنا وإذا كان الرفض سوف تجدونه هنا المهم هناك سؤال ربما يطرحه الكثير من الأشخاص سوف يجب أنه ببساطة نحن لا نجد لغة إنجليزية فكيف سوف نقوم بتصحيح الجواب بكل بساطة أن هناك الكثير من الصوفت وير يقدم لنا هذه الإمكانية مجاني طبعا صوفت وير التانية اكتبوا لي إذا تم قبولكم لأن رأيكم يهمني كلما رأيت أن عدد الناس الذين قبلوا كثر كلما أسرعت في إعداد الحلقة التانية شكرا لكم على المشاهدة وأتمنى لكم متوفيق إلى اللقاء